من الوضع اللي احنا مش مكتوب علينا نشوف كرة ومميزة في اهم مباراتين للمسبوع ده. بل والمباراتين ما يجيش فيهم ولا هدف. ديربي مدريد تلك مدريد وراء مدريد صفر صفر. والنهاردة يوفينتوس برشلونة صفر صفر. يوفينتوس بدأ بخطة تلاتة اربعة تلاتة. الخطة اللي كان فيها بعض القصور الدفاعي في غياب كيليني لكن روجاني وبرازالي مع بناعطية حاولوا يقعوضوا الموضوع ده. على الحالة الجانب الاخر فالفيردي لعبة خطة اربعة اربعة اتنين فاجئ الجميع بغياب ليونيل ميسي قاعدوا على الدكة. في نفس الوقت بدأ بيلويس وارزوا مع باولينيو اللي كان بيلعب دور الجكر الهجومي. وفي نفس الوقت بيحاول يساندوا اندرس انيستا سيرجيو بوسكتس والدولو فيه من الجبهة اليوسر. يوفينتوس بدأ مهاجم حاول الى حد ما يعمل فرص لكن الدربكة والعشوائية والفردية من اهم اترا تلعبين فيه كوادرادو ديبالا هيكوهين ما قدلتش لاي فرص. على ناحية التانية برشلونة نجح في اللي هو عايزه. نجح ان هو يقتل اللعبة في الاول خمسة واربعين ديئة السلبية الواضحة. اللعبة بتحاول تمسك كرة على اكدر باكبر قدر من الامكان. وفي نفس الوقت تحاول توصل بكرة باينية. كرة ساقطة. حل فردي من بولينيو. حل فردي من سوارز. لكن في الحلول ما جابتش نتيجة نشوف خمسة واربعين ديئة سلبية. انتظرنا خمسة واربعين ديئة في الشوط التاني. افضل للشوط التاني انا وناس كتير جدا اتفاجت ان برشلونة بيهاجم. برشلونة كان افضل في الشوط تاني بشكل كبير كدا. نجح ان هو يسيطر بالاستحوائز وبالاداء لحد ما. ان هو يكون هجومي اكتر. في حين الليو في كام كرة اخيرة دي بقى منهم كرة دي بقى لو جات كانت تبقى هدف الليو فينتوس زي ما كرة لوكاس دين اللي ضاعت على لوي سوارز لو كات جات كان يبقى هدف مهم للبرشلونة وكان واحد ملتين يقدر يخطف تلت نقاط لكن تيرش تيجن تقلق ودفاع اليو في تقلق بخياطة بن عطيانك بالمباراة في رأيي. في النهاية الفرقتين ما يسحقوش تلت نقاط. الفرقتين ما بزلوش الجهد الكافي انه ما يقضوا تلت نقاط. الفرقتين كانوا خايفين. الليو فينتوس خايف ان هو يخسر وفي نفس الوقت برشلونة خايف ان هو يخسر. اللي اتنين عايزين على اقل نقطة. او يخطفوا هدف يجيب تلت نقاط. بالتالي النتيجة عادلة. الخاسر وحاية المباراة هو الجمهور. الجمهور لسا لنا مباراة كويسة جدا فيها كرة مميزة جدا. الجمهور اللي حضر في الملعب الجمهور بتفرج على التلفزيون وان هو واحد منهم. لكن في النهاية ما شفنا شكروا مميزة الفرقتين خافوا ان هما يهاجموا ويعملوا كرة مميزة. في ناس كتير ممكن تقول ان برشلونة احسن في المباراة وبيقدم اداء مميز وا 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 الاخره. وان مش معنا ان الناس بتقول ان الناس بيلعب بشكل وحش. ولي برشلونة احسن في المباراة بسبب ان اداء وحش. نقطة تبين قد اداءه اداءه سيء جدا واحدة من اسوأ. نوسخ الكروية اللي انا شفتها معيني ما بحبش لكن في المرات اللي بشوف فيها باتفرج عليه. بشوف منه لحد ما كرة كويسة كرة تكتكية كرة منظمة كرة هجومية بشكل مختلف لكن شكل فعال. خط الوسط النهاردة. بيانتش وسامي خدير. الاتنين دول كانوا من عوامل نجاح اللي فينتش خليل سنوات الماضي. خاصة بيانتش الموسم الماضي. قدام برشلونة تحديدا عمل اداء مميز جدا في مباراة الزهاب ترات اصفر. مباراة الاياب الزهاب صفر اصفر اللي كانت في الكامب نون. بتشوف بيانتش النهاردة اندرس نيس افضل منه بمراحل. سيرجي باسكس بيانتش واحد من اسوأ اللاعبين النهاردة في المباراة. تغييره كان منطقي جدا في دهات الشوت تاني لانه مش قادر يعمل شيء. بيانتش كن مميز جدا في الدور رقم عشر او دور رقم تمانية لكن دوره مع حاليا اول موسم اللي فات قدم اداة كويس لكن الموسم الحالي ما بيقدمش الاداة المنتظر منه. سامي خديره برضو لسه بيعاني بعد عودته بالاصابة. واضح جدا تأثره. خط الوسط مش قادر يعمل ابداد مميز جدا لخط الهجوم فبالتالي خط الهجوم بيحاوي يعمل محاولات فردية. دوجلاس كوستا بعيد عن مستوى اللي انا كنت بشوفه عارفش اختارها وحتى في بار مينخ مع بدايته مع بيجورديويلة. هجوين ساعة كويس سوحات لأ. دي بقى لهو العنصر الوحيد المضيء في اليو في حتى دكة اليوينتوس النهاردة. بنزل ماركيزيو. الحلول بين التنكور. الحلول اللي موجود عند اليوينتوس مش حلول قوية. تفرق عن يوينتوس اللي احنا كنا منتظرينه او الجمهوري يوينتوس منتظره. منتظر يوينتوس فعلا ياخد دورة بتالي اربا. يوينتوس قوي. مش قوي محليا لكنه قوي اوروبيا خلاص انت حاسل من النقطة المحلية. لو يوينتوس حتى خسر الدور السندي جمهوري يوينتوس عادي. خد الدورة يبل كده وخد الكاس يبل كده مسيطر في ايطاليا. سيطر خلاص. لكن انا محتاج منه ان هو يسيطر في اوروبا ان هو ياخد بطولة اوروبية بعد انكسارين في النهائي ضد برشلونا وضد ريال مدريد. فبالتالي اللي بيحصل في ليونتوس حاليا اداء سيئة جدا. نسخة سيئة جدا من ليونتوس. تطويرها وتحسينها لازم اعتقد بعد نهاية الموسم سواء استمر او رحل وجي مدارب تاني. المدارب اللي هيجي لو او استمر لازم يطور في ليونتوس على لاعبين وخطة عشان يقدر يقدم نسخة افضل نسخة تقدر تسيطر فعلا اوروبيا مش محليا بس. اكتر شيء اعترف ان ففردي يصححه في برشلونا وافضل شيء هو عمله في برشلونا هو ان الفريبة بيعرف يدافع باختصار شريك جدا. النهاردة بتلعب في ملعب الفينتوس ملعب صعب ملعب انت شكت فيه تلاتة الموسم اللي فات بتقدر تدافع كويس بتقدر تبني هجمة كويس بتقدر ما تخافش من الضغط الكبير اللي عليك من اللاعب زي ديبالا من اللاعب زي كوادرادو لعب زي هجوين لعب زي دوكلاس كوستا لعبة سريعة لعبة قوية بدانية لعبة رخمة في الملعب بيقدر يدفع عليهم كويس بيقدر يعمل عليهم اداء كويس لعب زي امتيتي النهاردة بيعرف يبدأ الهجبة من خلف الامام لكن الافراد بتاع برشلونا زي اللاعب زي بيكي لعب زي لوكس ديني لعب حرد زي خردي قلبة خردي قلبة بيهاجم كويس لكن دفاع العب مش كويس اللاعب دي كافراد لسه متحسنتش الوحيد اللي مستوهم ميز فيهم جدا وبالنسبة له هو سمو الامتيتي سميدو اللسه محتاج ياخد وقت عشان يلعب اساسي لكن سميدو كويس جدا لعبا مقتنع بيه لكن محتاج وقت محتاج سخة من فلفردي مشكلة مشكلة فلفردي مع سميدو ان هو مش بيدي له السخة التامة ان هو هيلعب بشكل كبير ان هو مش هي يعني مهما تقلقت مش تاخد المركز اساسي ممكن تتغير ممكن للعب سرجل روبرتو ممكن لعب تلعب تاني عليك هي دي مشكلة فلفردي مع سميدو لكن ترش تجين وسامو الامتيتي هما اساس هما الجودة الحقيقة دفاع البرصة حالين الحكم الحقيقي ان زي ما الناس بتقول لان بتقول برشنونة دلوقتي بقى دفاعه ممائز جدا وبالتالي ما بيستقبلش هداف الرقم ده انا هتأكد منه فعلا لما تلاعي فريزة منشستر سيتي لما تلاعي فريزة باريسن جرمان لما تلاعي فريزة نابولي فرق هجوميا مرعبة معنى مرعبة عندها حلول في الاطراف عندها حلول في العمق لو انت انجزت او لو انت حققت نتيجة مميزة وخرجت مش باك نظيفة وعملت اداة دفاعية مميز قدام الفرق دي هيبقى فعلا برشنونة بيدافع كويس جدا وفعلا برشنونة مميز دفاعيا راح ابهرني اداء النجم المغربي مهدي بنعطية النهاردة قدام البرصة مهدي بنعطية بيستمر اداءه المميز بعد انقاض منتخب المغرب للتأهل لكاس عالم روسيا الفين وتمنتاشر باداءه مميز جدا في ساحل العاج والفوز على ساحل العاج فئة بتجانب نتيجة تفهمه قابل لا شيء وسجل هدف منهم عمل اداء دفاع واداءه مميز جدا اداءه بيستمر مع اليو في النهاردة شال الدفاع شال الدفاع في غياب كليني تدخلات صحيحة تشتيت صحيح اتل سوارز اتل سوارز يعني كره سوارز في عيشته النهاردة بمعنى صح كل كرة كان بيحاول يقع وياخد منه خطأ بيشرح للحكم بكل احترام بكل زوق بكل اداء بيقول له هو انا عملت كزا وعاملت كزا وبيكلمه وهو حتى ايه دور ظهره فعلا بنعطيه نضج بنعطيه فكرني باداءه مع ايدونيزي وفكرني باداءه معرومة فترة بالمنخ قصرت على بنعطيه بس سلب لكن اداء النهاردة بنعطيه طمني جدا ان هو مدافع مميز مدافع يقدر يعمل يقدر يصح حاجات كتير جدا فاتت عليه الفترة اللي فاتت او اداء يعني ان هو تراكم في الدكة كتير لكن الفترة الجاية بنعطيه اداءه مميز جدا اعتقد ممكن يقدر ينهي الموسم باداءه ممتاز مع وضمن مكان اساسي على طول الفترة الجاية ويكون معاوض لك الليني لكن الحكم اللي حقيقي عليه هيكون في كاس العالم مع المنتخب المغربي لان البطولة دي هتفرق كتير جدا مع بنعطيه ازا نفسه ككرير ومع بنعطيه مع الشعب المغربي لذلك بنعطيه هو نكب المباراة افضل لقيم ليه في النهاردة هو لذلك بنعطيه بالنسبة لي هو نكب المباراة يستحق بكل كدارة براشولا ما كانش فيه لعب مميز مكانش فيه لعب مميز غير مهدي بنعطيه ممكن اجيب بعدين بتصدياته اللي كانت قليلة لكنها كانت حاسمة لكن بالنسبة لي مهدي بنعطيه بنجاح رجل مباراة.